عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل فإني سمعت الله فكأن القرآن لما يطلعه وعتقد دفلم بيتليه الله يتكلم فإني سمعت الله بعقبها يقول فانطلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمزسوا سبحانه وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فإني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات بامك وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها حتى طلب الدنيا كيف لا يفزع إلى قول الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللي عايز الدنيا تفتح لباحة يقول في كل حاجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله مش أيل في صوت الكهف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله لأني سمعت الله بعقبها يقول ان ترني أنا أقل من كمالا ولا لم فعسى ربي أن يؤتيني خارب من جنتي وعجبت لمن اغتم والاغتمام معناه إن انكباض صدر ما يعرفش سببه إيه وانت ساعة تقول كده والله أنا مش عارف من دائم أنا مش عارف وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لأني سمعت الله بعقبها يقول إيه قال إيه ربنا بعد دي فاستجبنا له ونجيناه من الغم ودي مش خصصية له وكذلك ننجي المؤمنين يبقى إذن الإمام جعفر الصادق دينا رجدته لمنرسات الحياة تخاف من شيء قل حسبنا الله ونعم الوكيل تخاف من قوم ينكرون بكل وأفوضوا أمر إلى الله إن الله بصيرهم لباس عايز الدنيا قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله في غم داخل عليك كده ولا تعرفش سبب قل لا إله إلا أنت سبحانك ومن أخذها وردا له في كل أمر لا يمر عليه شيء